الرحمن الرحيم زيك وسهنا خمسة عاملين ايه اخبركم ايه يا رب تكونوا بخير جميعا يا رب تكونوا بيتذكروا ان شاء الله النهار ده هنبتدي مراجعة التربية الدينية الاسلامية اه طبعا احنا عارفين اول سؤال بيجينا في امتحان الدين بيكون الصورة طبعا اخدنا صورتين مهمين جدا اخدنا صورة الملك وطبعا كلها عندنا حفظ واخدنا صورة هود ليه في قصة سيدنا صالح وبرضو دي عندنا ايه حفظ فلازم نحفظهم كويس جدا ونراجع على المعاني بتاعتهم ايه كويس والاحديث انا جايبها لكو ده من اكمل وصح وغلط اه فحنرجعوها مع بعض ان شاء الله ده بيبقى السؤال التاني اه وبعد كده بيجينا بقى ايه اه صح وغلط او اكمل او اختيارات واحنا اه جايبين اه في المراجعة اه نعين من الاسئلة صح وغلط واكمل شاملين المنه كله باذن الله فحنرجع مع بعض يلا دلوقتي اه اه اول سؤال صح وغلط اه والسؤال الاول بيقول لنا ايه كلمة طيبة ترد بها على السائل خير من صدقة معها اذا اه طبعا صح لان ما ينفعش ان انا اتصدق وازل قدامي او عيره اه ممكن يكفي بكلمة طيبة اه 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 افضل من صدقة طبعا يتبعها ايه اذا اه السؤال التانية رجل يفتخر بصدقاته امام الناس طبعا غلط لاني اصلا المفروض الصدقة دي تكون في السر اه اذا سألك اسائل تزجره لا طبعا ما ينفعش ان انا ازجره اه اه فالاجابة خطأ اه الاسلام دين سمح يروعي مشاعر الفقير صح بدليل انه عمل لنا زكاة وهي من الغني للفقير وبتبقى حق وليس هبة او اي شيء اخر وعد الله المحسنين بالعذاب الشديد طبعا الاجابة خطأ لان الله وعد المحسنين بالثواب العظيم الله يزيد ويضاعف المحسنين والمتصدقين صح الاجابة ايه صحيحة وهو الله يضاعف ايه لما يشيء الذكاة هي حق من الاغنياء الى الفقراء صح هي حق فعلا اه الذكاة مستحبة على كل مسلم قادر غلط هي الذكاة مش مستحبة هي الذكاة حق على كل مسلم قادر وليس مستحبة الذكاة مال يؤخذ من المال الاصلي فيزيده صح اه الذكاة دي لما حد بيتلحها بتزود من ماله ومش بتنقصه بالعكس عند الله سبحانه وتعالى بيزيد هاجر عثمان رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة طبعا غلط هو هاجر بعد الرسول طب تعالوا نفتكروا كانت الهجرة الاولى مع زوجته مين مع زوجته رقية اه اه الى الحبشة والهجرة الثانية كانت ايه الى المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عثمان رضي الله عنه من اوائل الرجال الذين امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فعلا هو مش اول الرجال هو من اوائل الرجال لكن اول واحد امن بالرسول هو ابو بقر من الرجال ابو بقر ومن السبيان عني ابن ابي طالب ومن النساء خديجة نتعلم من قصة عثمان البخل وسوق الخلق طبعا الاجابة هنا خطأ بنتعلم الكرم وسماحة الخلق ولان هو عثمان كان ايه كريم وكان اخلاق وسمح الخلق وعنده حياء زي ما اخذنا في الدرس بتاعنا عثمان الخليفة الثالث للمسلمين صح طب تعالى نفتكره الخلفاء بتوعنا الخليفة الاول هو ابو بقر الصديق الخليفة الثانية عمر بن الخطاب والخليفة الثالث عثمان بن عفان والخليفة الرابع هو معينا علي ابن ابي طالب اشترى عثمان بقر روما اللي ينتفع به المسلمين طبعا صح واشترى 300 بعير واشترى قطعة ارض لتوسيع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وده من دلائل قرم على المسلمين قوم سيدنا صالح عليه استلمهم قوم ثامود الايجابة صحيحة بنى الحج رمضان مسجدا فقط خطأ لان المأرض اللي اتبرع بيها بنى بها مسجد ومستشفى ومدرسة فرعون رب موسى في بيته صح الصحراء امنوا برب موسى وهارون صح تميزت الخنساء بالشعر صح غيرت من شخصية الخنساء الشعر غلط هو اللي غير من شخصية الخنساء الاسلام وليس الشعر قاتل ابناء الخنساء طبعا في المال طبعا غلط الايجابة خاطئة وهم قاتلوا طبعا في ايه في قاتلوا طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وحبا في الاسلام ولهذا السبب كانت الخنساء حتى لما ولادها الاربعة جي خبر استشهادهم كانت مبسوطة وما حزنتش زي ما كانت وقلنا حزنت على اخيها صخر لما كانت قابل الاسلام وكانت حزنت وبكت بكاءا شديدا ما عملتش كده في ولادها فعشان كده بنقولوا ان الاسلام غير من شخصية الخنساء وبكده دي كانت المراجعة الاولى بتاعتنا بتاعت مادة التربية الدينية الاسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته